بعروض الفانتازيا وطلقات البارود أحيى سكان دائرة مصرى بولاية مستغنم وعدة سيدي بن ذهيب بن يوسف أو كما يسمونها محليا بالوعدة التي تعد فرصة لالتقاء الزوار من مختلف ولايات الوطن لإحياء العادات والتقاليد نحيي ذكرى الأولياء وذكرى الصالحين نجتمع على الطعام نجتمع على المحبة نجتمع على البخوة كذلك نرحب الضيوف الذين يأتوننا من كل جهة نرحب بهم ونكرمهم من هذه الوعدات والله الأمل استقلال ما زالت إلى يومنا هذا كما كانت مبنية على الصح والله ما تدوم منذ الوقت لهذا مبنية على الصح والحمد لله ونشوف الناس ترجع لهذه اللقاءات وهذه الوعدات الوعدة تقليد شعبي تورثه سكان المنطقة عبر الأجيال استمر في المحافظة عليه وأحيائه كل موسم بتنظيم عروض الفلوسية التقليدية الوعدات الشعبية وإن ربطها البعض بمعتقدات دينية إلا أنها تبقى مناسبة يستغلها الفرسان لإبراز مهارتهم في ترويذ الخيول ترجمة نانسي قنقر